الكهرباء الكهرباء أم الأزمات في العراق لم يكفي العراقيين الحرمان منها وصولا لأزمة استيرادها من إيران وتحكم الأخيرة بها حتى يهاجم ما تبقى من أبراج تنقل التيار الكهربائي هجمات يقل موظفون في محطات كهرباء سام الراء بمحافظة صلاح الدين إنها مفتعلة لضرب منظومة الطاقة الوطنية هذه الجهات الموجودة طبعا جهات تتخرب موجودة جهات تتخرب هي مصلحة العراق لا يمشي عادل جهات تخريبية وماتيدة الخير للعراق وماتيدة تستمر الكهرباء في العراق واستقرار العراق جهة تخريبية ناس ظلمة ضد العراق والعراقيين على المستوى الشعبي يرى عراقيون أن تدمير أبراج نقل الطاقة هو حلقة من حلقات صراع الأحزاب على إدارة المحطات الكهربائية اليوم محافظة صلاح الدين على صفيح ساخن من صراعات سياسية شهدت صلاح الدين مثلها قبلا من خلال استهداف أبراج الطاقة لتشويه سمعة من يدير المحافظة لتشويه سمعة كثير من الملفات التي قام عليها القائمون داخل هذه المحافظة أمام هذه اللاجمات تبدو القوات الأمنية ضعيفة في وقت يدفع العراقيون ثمن التشتت الأمني يجب أن تكون أو عملية تفعيل قضية تفعيل الاستخبارات تفعيل الكاميرات المراقبة تفعيل طائرات المسيرة هذه القضية الكاميرات الحرارية هي التي تحد خصوصا بعد تشخيص المناطق التي باتت معروفة ومع استمرار حوادث استهداف أبراج الطاقة الكهربائية يبقى المستفيدون من قطاع الخدمة العمومية هم المتهمة الأول بحسب نواب في البرلمان يؤكدون وجود طواطع إنجار مع القوات الأمنية التي لم تقم في كثيرا من الأحيان بالتصدي للمخربين في وقت لا تبعد تلك الأبراج عنها أكثر من 200 متر كما يجري وجرى سابقا في صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر